السكر والعسل بنعرف كتير أشخاص بيحبوا إنه بدهم يعيشوا حياة صحية أكتر فبدهم يحاولوا يقطعوا السكر ولكن بنفس الوقت هم يبيحاجة لبدائل فتحكي لنا عن هذا الموضوع شو هي البدائل الموجودة واللي ممكن إنا نستخدمها وهل بالفعل العسل هو البديل الأنسب لي السكر أوكي هلا كتير أشخاص بيستبدلوا السكر بالعسل وهذا الشي دارج وكلنا بنعرف فوائد العسل يمكن أوكي وبيجي بقولك أنا بحط العسل على القليلة فيه فوائد أكتر هلا أول شي بنا نحكي عن السكر والعسل بنا نعرف إنه المعلقة الصغيرة من السكر فيها 5 جرام من الكربوهايدريت نفس المعلقة الصغيرة من العسل وفيهم تقريبا 22 سعر حراري يعني حتى العسل بيجي فيه تكة أعلى 22 بس هات 2 كالوري مش كتير فارقين هلا وين بيجي العسل أفيض من السكر العسل فيه نحنا بنقول ليلك تريسز تريسز من الكمية كتير كتير قليلة من الفيتامينات والمعادن بس بنفس الوقت كلنا بنعرف إنه العسل فيه زي خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للمايكروبات فبالتالي بتلاقي أي حدا مثلا بده يمرض أو بده يفلوز بتلاقي مثلا بيعصر ليمون بحط عليه معلقة عسل لأنه منيح والله بيفيد مناعتي بيفيد جسمي وبنفس الوقت يمكن العسل بيحلي أكتر يعني أي شخص مثلا متعود إنه يحلي كاسة الأعشاب مثلا بعسل محل السكر يمكن بيطر يحط معلقة سكر كاملة صغيرة بس بالمقابل بحط شوية عسل بيلاقي نسبة حلاوة أعلى منها من السكر فإذا بنا نطلع بين العسل وبين السكر أكيد العسل إذا بدي أطلع فيه كفايدة بيعطيني فوائد أكتر من السكر وبنفس الوقت بقدر أستفيد منه إنه نسبة الحلاوة فيه شوي أعلى فبالتالي أنا لما بدي أستهلكه باستهلك كمية أقل منه عشان أوصل لنسبة الحلاوة اللي أنا بديها فالعسل يعتبر بديل أفضل عن من السكر أكيد طبعا ولكن بدنا نركز عن نقطة وهاي النقطة خصوصي لمرضى السكري العسل بيرفع السكر مثل ما السكر بيرفع العسل يعني عفوا العسل بيرفع سكر الدم مثل ما السكر بيرفع سكر يعني إذا إحنا عم نقلل سكر لأسباب صحية صحية العسل ليس البديل عن السكر لمرضى السكري نعم هلأ برضو أكيد بالأسواق موجودة البدائل بأشكالها المختلفة سواء حبوب سواء باودر سواء سائلة ويمكن هلأ صرنا نلاقيهم بالشكل هذا أنه نحن نستخدمهم وبرضو بتلاقي مثلا مربا معمولة ببديل للسكر بتلاقي حلويات معمولة ببديل للسكر التشوكلت المعمولة ببديل للسكر وبنلاقيها خالية من السكر وموجود فيها المحليات بأشكالها المختلفة هلأ إذا بنا نحط عنوين أساسية للمحليات يوجد لدينا محليات صناعية ويوجد لدينا محليات الطبيعية إذا بنا نتحدث عن محليات الطبيعية هم اثنين مشهورين وكل الناس تسمع فيهم لهم الستيفيا والمونك فروت الستيفيا بتحلي أكتر من السكر تقريبا بـ 400 أو 450 مرة المونك فروت بحلي أكتر من 300 مرة المحليات الصناعية التي من زمان زمان بنسمع عنها هي مثل الأسبورتيم والساكرين كلهم صحيين أو عفواً كلهم مش مضرين للجسم خلينا نقول وكلهم ما بيسببوا مشاكل صحية هلأ زمان إجت فترة كان ينقال عن السكرين بس هذا كتير زمان إنه ممكن يعمل مشاكل صحية وكذا ولكن أثبت العلم إنه ما بيعمل المشاكل الصحية اللي كانت مرتبطة فيه بصراحة هي السرطانات المختلفة يعني استخدامه على مدى طويل خاصة للخص ما بضر جسم شريطة تحت حد معين تحت حد معين يعني أدي حلو هلأ كل واحد إلو حد معين عشان ما ندخل بهذه المتاهة خلينا أقولك أي منتج أنت بتشريه مثلا محطوط هذا محل بالأسبرتين من حد الطبيعي هالأدة لكل كيلو جرام للشخص يعني حتى ما في رقم محدد إني أجي أقول ليلك أنت مسموح لك هالأدة فاتن مسموح لها هالأدة سين مسموح له هالأدة كل واحد حسب الوزن تبعه بده يستخدم جرامات معينة طب كيف إحنا ما ندخل بمتاهة الأرقام أنا بكره أتوه الناس بمتاهة الأرقام ما نفرط باستخدامه بمعنى هلأ منظمة الصحة العالمية قالت على المحليات هذه الصناعية وحتى الطبيعية مثل الستيفا والمونكفروت مسموح أن نستخدمهم بالحد المفروض أن نستخدمهم مش بالإفراط لما نحن نصفي هلأ عم نشرب مشروبات ومحلية بالمحليات ومنشري التوكولات محلية بالمحليات والحلويات بهذه المحليات ولما نستخدم إحنا بيوتنا نعمل أي منتج بنجيب المحليات وبنستخدمها صفى كل حياتنا عبارة عن محليات فبالتالي شئنا أم أبينا إحنا رح نتحدى للحد اللي إحنا مسموح لإلنا فبالتالي القاعدة الأساسية بنا نرجع للأساسية طيب فاطن المحليات شو نستخدم منها أكيد أنا مع الطبيعي مش مع الصناعي يعني إذا حدا بدو يجي يسألني استخدموا منكفروت أو ستيفيا أفضل مما أنا نستخدم الأسبرتين والسكرين وستيل أسبرتين والسكرين موافق عليهم من منظمة الصحية العالمية وما بيعملوا مشاكل صحية ولكن إذا أنا عندي القدرة أني أوفر الإشي الطبيعي فالألجأ إلى الإشي الطبيعي طيب أنا ما عندي أي مشكلة صحية أستخدم السكر أو العسل باعتدال ومن ثم ألجأ إلى المحليات طب أدي الاعتدال وأدي التوصيات للسكر والعسل للإناط 6 معالق صغيرة وللذكور 9 معالق صغيرة أنا استخدمت هذا الحد وجاء عبالي أخذ إشي أكسترا وممكن ألجأ لإشي أكسترا بالمحليات نعم طيب أنا شخص عندي مشكلة صحية أنا عندي سكري مثلا أو عندي مقاومة إنسولين اللي هم هدول اللي كتير نحن بنحاول نحدد فيهم استهلاك السكر أكيد ما بدنا ناخد سكر وعسل هذه مشكلة صحية فإذا أنا بدي أحط لمت كتير وبيدي أحدد كتير استهلاك السكر هدول بنقولهم لا ارجعوا ارجعوا على المحليات ولا تستهلكوهم ويمكن إحنا إذا نحكي كمان عن هذا الموضوع مفروض ويفترض فينا إذا إحنا عم ناخدها الأد كميات بما إنه إذا إحنا طلعنا عن الحد المسموح من المحليات الصناعية أو حتى اللي هي أصلها نباتات وأصلها صحية إحنا قادرين ناخدها يمكن الأجدر فينا إنه نخفف كمية الحلاوة اللي إحنا نعودين عليها فإيش في عندك نصائح لأنه يعني في أشخاص بقولك أنا بدي أقلل وبيدي أقطع وما بدي أروح على المحليات وكتير هذا الموضوع يعني بيأثر على بشرتي على جسمي على وزني على كتير أشياء فأنا بدي أقلل بس مش قادر فكيف إحنا لأنه بنعرف أن السكر بتقدر تقللي منه تدريجياً كونه يعني يعتبر إدمان صحيح صحيح ممتاز هلأ أول نقطة بدنا نركز عليها حتى المحليات الطبيعية متل ما قلنا إلها حد هلأ في مشكلة تانية بالمحليات الطبيعية معظمها مخلوطة مع محليات تانية يعني صعب أنك تلاقي محلي طبيعي بيور 100% ستيفيا 100% منكفروت هلأ عم يتوفروا يعني قبل كان أصعب هلأ عم يتوفروا أحياناً بتكون تكلفتهم المادية عالية ولكن ممكن إننا نوفرهم أوكي وفرناهم استلق لهم حد طبيعي دائماً بنقول بدنا alternatives مثل ما أنت قلتي أوكي الفكرة إننا نعتدل باستهلاك الحلويات هلأ يمكن ليلك أنت والمشاهدين مثلاً يضحكوا احنا دائماً نقول يا جماعة الفواكه حلويات يعني أوكي أنا جاعة بالي قطعة حلو مع فنجان القهوة الصبح مثلاً بأخذ ممكن حبة الشوكولت أو ولاش يعني واحدة من فنجين القهوة بأخذ حبة الشوكولت الثانية أخذ حبة تمر يعني دائماً إحنا بنقولهم إلجأوا للخيار اللي بيعطيكم الطعم الحلو ولكن بنفس الوقت بيعطيني فوائد غذائية صحيح مش شرط كله هادي تشوكولت وهادي قطعة كيك مثلاً ونه هادي شغلة حلويات تانية نعم يعني إحنا دائماً مع الاعتدال مش إنه مع إنا نقطع كل شي هذه الأشياء موجودة بحياتنا إحنا بنستهلكها ناخدها بطريقة منطقية نعم إذن شكراً لوجودك معنا فاتن النشاش وحضرتك أخصائي التغذية العلاجية أخذك 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 أخذك